يقول الخبراء إن المعلومات حول الأسلحة الباليسية والنووية الروسية غير دقيقة بسبب السرية المحيطة بالاستراتيجيات والمخاوف الأمنية لكن أهم وأخضر الصواريخ الباليسية الروسية هي ثلاثة RS-28 Sarmat هو صاروخ روسي باليسي عابر للقارات تقول موسكو إنه يبلغ من القوة ما يمكنه من محو معظم المملكة المتحدة أو فرنسا يزن الصاروخ نحو مئتي طن وله قدرة على حمل حمولة نووية تقدر بعشرة أطنان وبهذه الحمولة يمكن أن يسبب انفجارا أقوى ألفي مرة من القنبلة النووية التي ألقيت على مدينتي هوريشيما ونكزاك اليابانيتين عام 45 صاروخ سارمات الذي أطلق عليه الروس أيضا اسم مالك الصواريخ ويوم القيامة يمكن تزويده بسبعة إلى عشرة رؤوس نووية ذات توجيه مستقل وقادرة على المناورة في الجو وتطير بسرعات دون سرعة الصوت وفوقها الشيطان تو كما يطلق عليه النيدو يتميز بقدرته على تغيير الارتفاع والاتجاه والسرعة يصل مده إلى 18 ألف كيلومتر ولديه مستوى عال من الحماية والتحصينات الأمنية يقول المسؤولون العسكريون الروس إن هذا الصاروخ لا يمكن اعتراضه بأنظمة الدفاع الجوي الحالية KH-47M2 كنجال وهو صاروخ روسي يمكن تزويده برأس نووي أو تقليدي بوزن نصف طن لديه القدرة على تدمير الأهداف على بعد ألفي كيلومتر بدقة تصويب متناهية ونسبة حراف تبلغ مترا واحدا على الأكثر من شبه المستحيل رصد صاروخ كنجال لعدة أسباب كنجال هو صاروخ فائق السرعة لأنه فرط صوتية ويمكن أن يحلق بسرعة أربعة عشر ألف وثمانمائة كيلومتر في الساعة أي أسرع من الصوت باثني عشر مرة يمكنه الطيران على ارتفاع منخفض يصعب رصده وأيضا يطبع كنجال مسارا متعرجا يسمح له باختراق الشبكات المتخصصة لاستياد الصواريخ يغير اتجاهه في أثناء الطيران مع تغيير مساره على المستويين العمودي والأفقية يستطيع القيام بمناورات في كل مرحلة من مراحل طيرانه 3M22 تسيركون وهو صاروخ روسي يمتلك قدرات قتالية عالية جعلت البنتاجون يبدي قلقا بعد تجربة الصاروخ الناجحة تسيركون أو زيركون هو صاروخ فرط صوتي أيضا يمكن أن يصل إلى سرعة 9 ماخ أي نحو 4800 كيلو متر في الساعة وتقول تقارير أخرى إنه يمكن أن يصل إلى 10 ألاف كيلو متر في الساعة هذه السرعة بالإضافة إلى القدرة الهائلة على المناورة حتى في طبقات الجو العالية والكثيفة يجعل من تسيركون عصيا جدا على الاكتشاف يمكن لصاروخ تسيركون أن يصيب الأهداف البرية والبحرية بنفس الكفاءة ضمن مدى تقريبي يقدر بألف كيلو متر يستطيع الانطلاق من غواصات وسفن حربية ويمكن له الوصول إلى الولايات المتحدة وبلدان حلف النيتو ترجمة نانسي قنقر